رئيس سبون يقرر منح 30 مليون دولار لإعادة إعمار هذه الدولة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا ليس لكم كل جديد قرر الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد سبون يوم الخاميس منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار وهذا للمساعدة في إعادة إعمار الجانين الفلسطينية بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها وجاء في بيان للرئاسة أن قرار رئيس سبون يأتي على إدر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الجانين ومخيمها في الدفة الغربية وأشر بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن عدوان الاحتلال خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل وألحق ضمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة وتعرب الجزائر مجددا عن تضمنها الدائم معاندة للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي ومضلبته بحقوق الوطني المشروعة وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمة القطس الشريفة ومن جهة أخرى تقدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لرئيس سبون على قراره بمنح مساهم مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار دين مساعدة في إعادة إعمار مدينة ومخيم جنين وأعرب عباس عن حسب ما نقلته هذه الوكالة الفلسطينية عن تقديره للرئيس الجزائري وحكومته على الدعم السياسي والاقتصاد التي تتوصلت إليه الجزائر لدعم الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر